زي ما سوشيال ميديا كده لها ممازات كبيرة وكتيرة بتفيدنا في حاجات كتير لكن على الجانب الآخر لها عيوب عيوب كتيرة قوي وعيوب يعني حقيقي ممكن تسبب مضايقات كتيرة أهمها انتشار شائعات المرض أو الوفاة ودي بقت كتيرة الحقيقة وبقت دمها تقيل ومن السخافة وحاجات كتيرة جدا وخاصة بالمشاهير والرموز ونجوم المجتمع بتزعجهم وبتضايقهم وبتزعج عائلتهم ومحبيهم بشكل كبير جدا خصوصا لما الرموز دول يكونوا في مرحلة عطاء ومرحلة ندوج ومرحلة توهج وانه هم دايما ويفكروا يقدموا الجديد ويساعدوا في المجتمع فبتبقى الإشاعة الحقيقة كسرة كده يعني حاجة يعني جاية في توقيت سخيف وبتدي انتباع يعني دمه تقيل عند كل الناس الإشاعات الحقيقة انتشرت حول صحة فننة الكبير خالد زكي خالد زكي يعني لو حتكلم عليه مش بس هو فنن فنن كبير وتقيل يعني لما بيكون على الشاشة له من المصدقية والتقل والكمية الأدوار اللي قدمها خالد زكي من أدوار اجتماعية من أدوار وطنية من أدوار خاصة بالتاريخ قدم الحقيقة مجموعة من الأدوار المتنوعة منذ بدايته وحتى هذه اللحظة وهو دائم التنوع ودايما بيوحشن يعني انت طول الوقت ليه طل خاصة يعني خالد زكي من النجوم اللي تحب تشوفه وتبقى عايز تشوفه في أي عمل وتبقى عايز تشوفه بيعمل إيه وليه طلته وليه منافسته خلينا كده ده اللي خلينا لما شفنا الأشعات السخيفة أولا أن احنا يعني نطمن عليه ونطمنكم عليه ونسمع صوته لأنه أكيد وحشنا كفنان كبير الفنان الكبير خالد زكي مساء الخير يا فندم أهلا 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 من هناك أيوة ده الصوت الحلو ده اللي بيوحشنا ربنا يخليك يا حبيبتي هي أخبارك أنا تمام الحمد لله دايما منتظرك وانت عارف ربنا يخليك يعني لأنه وانت وحش الناس جدا 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 ربنا يخليك يعني إن شاء الله قريبا جدا هكون معاك ولازم يعني إن شاء الله هكون معاك يعني إحنا ممكن نجيلك بالكاميرا أو أنت تنورنا في الستوديو زي نحب أجيدي كان ضروري إن شاء الله طب هتنورنا طم من عليك يعني الإشعات السخيفة دي يعني يعني إزاي أنت بتشوفها شوفي أنا حولك يعني أنا من سنتين برضو نزل إشعات إن أنا عيان وخلاص وبودع وتعول وكده وطلعت أيامها مع عمر الديسي صحيح ونفينا الحكاية دي الحمد لله ركعة الثاني برضو من أسبوعين كده أنا التليفون لا ينقطع عن عن بيتي وعني يعني عن الموبايل من أسبوعين لحد النهاردة طبعا مبارح النهاردة بقى آه يعني هم مبارح النهاردة كتير جدا لأنه مبارح موتوني يعني مبارح الفصاء لله في خلال زاكي وكده آه مبارح السر فإشعة تعاية وإشعة وفاء وكلها إشعات يعني ليس لها أي أساس من الصحة والحمد بالله يا بحمد ربينا طبعا لا أنت يعني أنا كمان الحقيقة معاك بنشوف على السوشيال ميديا وحاجات دمها تقيل وحاجات مقلقة مش بس للفنان والجمهور والعيلته كمان يعني يبقى أنت مضطر بقى تقعد ترد على كل الناس عشان الناس تتطمن عليك يعني أو الناس تتأكد أنه ما فيش حاجة طب هو المشكلة المشكلة أنها بتتعب الأقارب والعائلة والناس وممكن يكون ذيكي حد مسافر برة يقلق عليكي لو ابنك أو بنتك برة يقلق عليكي فهي أنا يعني بطلب بس أنه لابد من تحرد دقة لما يحصل تناول خبر بالنسبة للمرض أو الوفاء لأن دي حاجات بتبقى مؤسرة جدا طبعا وفي مصادر أساسة رسمية يجي من التحرد دقة بيجي من كذا اتجاه يعني أول حاجة اتصال مباشر بالتليفون معايا طبعا أو اتصال بالنقابة أو من خلال أتأكد من خلال صحف أو البرامج التليفزيونية لأنه الصحف الرسمية أو البرامج الرسمية والنقابة دول كل الأخبار بتبقى أخبار مؤكدة ومواصقة تعرف المشكلة إيه؟ المشكلة إنه هذه مواقع وصفحات غير رسمية على الإطلاق يعني غير رسمية على الإطلاق يعني أنا بشوف أن حضرتك ممكن تقدم ملاغ أصلا يعني لمباحث الانترنت والحاجات دي من حقك جدا لأنه هذه مواقع غير معروفة يعني هي بس عايزة تعمل ألق جوه الوسط الفني ألق للفنان وبتستفيد إنه بيدخل مشاهدات كتير والناس تبقى عايزة تتطمن والناس تتخد اسم خالد زاكي اسم كبير فبالتالي الناس فقم مش أنا الوحدة طبعا يعني أحمد بدير الزعيم عادل إمام الزعيم عادل إمام الزعيم كذا مرة يعني أنا من أسبوعين كنت على اتصال بأحد عائلة يعني الأستاذ العصامة إمام علشان يؤكد أن الزعيم عادل إمام بخير لنفس الشائعات السخيفة دي طبعا وصلاح السعداني وصلاح عبد الله وحبب تدير خنان صلاح السعداني يخد كلام كتير قوي ملوش معنى يعني مش معقول والناس خيسها وما كاش حاجة عارف بقى الحل إيه أقولك أنا الحل تعملوا بقى مسلسل رمضان الجاي وناخد كل الناس الحلوة دي بقى يعملوا لنا حاجة حلوة ونطلع في مسلسل بزبط يعني كل المجموعة كده ويبقى مسلسل خاص يعني تناقشوا موضوع سوشيال ميديا دي إزاي بتقدر تعمل كوارث الناس الغير مسؤولة دي يعني أنت عارفة أنت عارفة كويس طبعا أني أنا ما ديش أي دراية بالسوشيال ميديا لأن أنا ما عنديش لا تسبوك ولا إنستجرام ولا تويتر ولا أي حاجة خاصة أنا عارف أنا عارف أنا آخر حاجة بالنسبة لي وبتالي جينا معظمه كده الوصاب بس يعني إنما يعني كمان أنت مقل ومش موجود ومع ذلك لا تسلم الحل إيه بقى أنا حقولك الحل أنت صور الكلاب بتاعتك دي اللي بتطلع بيها دي كلاب بقى الكلاب الصور الكلاب بتاعتك الجميلة في صور للكلاب بتاعتك صور آى في صور خاصة لك وفي كلاب عندك لا معنيleك مش كلاب خالص أنا بحبش كلابت دا حطن لك صور وأنت كمان عندك كلاب يعني أعملو لك حياة خاصة كلاب إيه كلاب يعني انا معنديش كلاب أنا ما بحبش كلاب كمان طيب خلص أو الله هما خلقوا لك حياة متوازية يعني عارف إزاي يعني تخيلات أنا الحل اللي أنا بشوف لا أنا ما فيش خالص آى هي جزء من إشعاة فيش كمان زي حالاتي يعني أنا بخاف منهم بس طبعا بحبهم بس بخاف منهم طبعا نحبهم بس أنا يعني بخاف منهم لكن أنا حقول لك الحل طبعا أولا إحنا سمعنا صوتك بقالنا كتير ما سمعناش صوتك وإحنا يعني منتظرين إن أنت تنورنا مش بس عشان نتكلم لا علشان نمتع الناس بالمشاهد الحلوة اللي عملتها بالأعمال الحلوة بالحاجات الحلوة اللي بيقدمها خالد زاكي ولأنك فعلا وحشتنا وإن شاء الله نشوفك في عمل قريب جدا تنور به الشاشة سواء السينما أو التلفزيون تكون موجود يعني إحنا في انتظار تخلص أجازتك من الساحل والستوديو موجود وحاضر وفي انتظار تشريفك بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أنا بس يمكن أنت بنتهز المناسبة أن أنا معاكي وبشكر كل السادة الجمهور العظيم جدا اللي سأل علي وكل من سأل علي من الزملاء وكل التعليقات اللي يتكلم في المرض أو في الوفاة يعني بشكرهم جدا جدا وبقول وقلتها مرارا إن أنا بأكن كل الحب والتقدير لكل جمهوري الغابي الحبيب وكل العاملين اللي اتعاملت معهم في كل مجالات السادة طيب مش أنت بتسق في التلفزيون المصري زي ما قلت والتلفزيونات الرسمية فثقة تكفينا دي إحنا يعني هنبقى مسؤولين عن إنك تنورنا وعلى سوشيال ميديا الخاصة ببرنامج التاسعة والقناة الأولى هينزل صورة خالد زكي وهو في الستوديو وكل أعماله وكل جمهورك هيدخل على الصفحة دي وهتبقى دي السوشيال ميديا الصحيحة اللي إحنا دايما نتمنيها لأي فنان أول ما حتكون معنا هننزل كل الحاجات الخاصة بيك وصورك وأعمالك في حوار إحنا في انتظاره إن شاء الله قريبا معك في التاسعة بإذن الله استمتع بأجاستك وكل حاجة وأنا يعني سعيدة إن إحنا سمعنا صوتك وربنا يديك طولة العمر وتعمل لنا أعمال جميلة وحلوة رموزنا ونجمنا يعني إحنا حرسين عليهم كل الحرس دايما ربنا يخليك يا شافك والله وسعيد جدا جدا بالمكالمة الجميلة دي وتحياتي ليكي والأسرة البرنامج بالكامل في انتظارك بقى يعني وقا حتلاقينا موجودين على طريق السحل كده مستنينك في انتظارك بإذن الله بإذن الله ومن نجاح لنجاح لنجاح يا رب إن شاء الله إن شاء الله في انتظارك وتنورنا طبعا يعني زي ما سوفتم يعني فنانين كبار الحقيقة يعني بيتأثروا وبيتضيقوا يعني أنا بجد محتاجين نعمل مرة يعني حلقة خاصة جدا على موضوع المواقع دي اللي لا تنتهي يعني فكرة أولا يعني صعب أن أنا أقول مواقع هي لا تمت للمواقع الصحفية المحترمة بأي شيء ولا تمت للصحافة بأي شيء هي مجرد مواقع وللأسف الناس أحيانا من يعني يعني ما بتبقاش عارفة ده موقع إيه ولا إيه ولا ده موقع مهم يعني ما بتبقاش فأحيانا إحنا لازم كلنا نتحرط دقة وما ندخلش ولا نعلق عندهم ولا نشاير من عندهم يعني فكرة أنك تتأكد من الموقع دي فكرة بسيطة جدا علشان طبعا البلبلة الكبيرة اللي بتحصل